تعلم المونتاج بأسهل برنامج منتاج مجاني HitFilm Express في 20 دقيقة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد من قناة في دكتك على اليوتيوب في الفيديو ده هتتعلم واحد من أسهل برامج المونتاج المجانية HitFilm Express في 20 دقيقة بس البرنامج بيتميز إنه مجاني تماما وتقدر تخرج منه فيديوهاتك بدون علامة مائية أول ما بني نفتح البرنامج بتصر لنا الوجهة دي اللي بيكون منها شوية دروس موجودة تقدر تتصفحها تدوس على الدرس وهيوديك على قناتهم على اليوتيوب وبتلاقي على الشمال New تقدر تفتح مشروع جديد أو Open تفتح أي مشاريع قديمة وهتلاقي هنا المشاريع اللي انت اشتغلت عليها قبل كده بندوس على New هنلاقي بيظهر لنا Dialog New Project Settings أو الاعدادات الممشروع الجديد اللي انت هتعملوا تقدر تختار من Tablets أو قوالب موجودة مسبقا زي مثلا Instagram أو 720 pixels أو 1080 full HD هنختار 1080 full HD 30 frames per second ومن هنا في Duration نقدر نحدد وقت الفيديو اللي احنا هنعمل له منتاج هيكون Add A ممكن نسيبها خمس دقائق وكل الاعدادات دي نقدر نعدلها تاني من جوه وممكن هنا انت تكتب انت عايز تول وعرض الفيديو كام لو انت مش عايز تستخدم تمبلت جهسا وفي Audio بنسيبها على 48000 هرتز وممكن برضو تغيرها لو انت السوط اللي هتستخدمه الهرتز بتاعته اعلى من 48000 هرتز وبعدين مندوس على OK بنسيب ريندرينج عشان احنا من جوه هنعمل اعدادات ريندرينج في الاخر بعدين مندوس OK بعدين بيفتح لنا واجهة البرنامج الرئيسية قبل ما نبدأ شرح واجهة البرنامج لو انت غلطت في اي اعداد في الاعدادات المشروع اللي انت هتشتعل عليه ممكن تعدلها ببساطة جدا قبل ما تبدأ اي تعديل أو اي جلبة ملفات بتروح على file وتروح على project settings وتبدأ التعدل اللي انت عايزه في الاعدادات دي وبعدين بتدوس OK تاني ديوقتي هنشرح واجهة البرنامج واجهة البرنامج بتتكون من 5 panels كالقاتي من هنا تقدر تجلب الملفات الخاصة بيك لو عايزين نجلب الملفات هندوس ضغطتين هنا في المكان الفاضي او ندوس على الزرار ده هندوس ضغطتين بالشكل ده وبعدين نبتدي نجلب الملفات الخاصة بينا مثلا كذا فيديو وممكن موسيقى وبعدين هتبتدي هيبتدوا يظهروا عندك هنا بالشكل ده لو انت عايز تغير شكل ظهرهم ممكن تدوس هنا هيبتدي يظهر لك كالست او هنا هيبتدي يظهر لك كل فيديو او صوت بالصورة الخاصة بيه او صورة مصغرة خاصة بيه وبتلاقي جنب كل فيديو اسمه واعدادات الفيديو يعني مثلا الفيديو ده فول اتش دي متصور خمسين فريم بير ساكند والفيديو ده متصور برض فول اتش دي خمسة وعشرين فريم بير ساكند اي فيديو بينزل وبتحدده بالشكل ده بيظهر لك في الوجهة هنا حاجة اسمها تريمر هنا لما انت بتتحدد تحدد الفيديو ده انت مثلا مش عايز تستخدم كل الفيديو في عملية المونتاج هنا بتبتدي تحدد جزء معين تستخدمه في المونتاج او ممكن تستخدم الصوت الخاص بالفيديو بس يعني مثلا انا عايز احدد جزء معين من الفيديو دوقتي هبتدي اشوف مثلا انا عايز احدد الجزء نهين مثلا بداية من هنا هبتدي احدد النقطة دي وادوس هنا على setting point او ادوس على حرف الاي لما دست هنا لاحظت ان العلامة البرتقاني اللي كانت هنا اختفت فبداية الفيديو اللي انا هستخدمه هتبقى من هنا عايز مثلا الفيديو بتاعي يخلص هنا هبتدي احدد الزرار ده ادوس عليه set out point او ادوس على حرف الاو بالشكل ده دوقتي انا معايا الفيديو المعاين بالجزئية دي دوقتي اقدر اخده كده واحطه في الطايم لاين الخاص بي لما هاجي احطه هتلاحظ ان بيظهر لك بيقولك الeditor sequence setting differed to this clip you are adding يعني اعدادات الفيديو المتصور ده مختلفة عن اعدادات المشروع اللي انت شغال عليه حاليا ممكن تدوس yes انه يغير اعدادات المشروع على اعدادات الفيديو اللي هي هتبقى 50 frame per second او تدوس no وتخليها 30 frame per second زي ما انت محدد المشروع الخاص بيك ممكن عادي ندوس no وهنلاقي الفيديو الجزئية المعينة من الفيديو دي اتحطت في الطايم لاين الطايم لاين هو المكان اللي بنبتدي نعدل عليه الفيديوهات الخاصة بنا ونبتدي نربطها مع بعض ونبتدي نحط الميوزيك والاوديو وما الى خلافه عشان نطلع فيديو نمنتجه بشكل كويس انما لو انت عايز تحط الفيديو كامل من غير ما تقص جزء منه وتستخدمه في عملية المونتاج ممكن بكل بساطة تاخد الفيديو وتبتدي تحطه في الطايم لاين بالشكل ده برضو الفيديو لما حددته ظهر لي في التريمر لو انا عايز اقص جزء منه او استخدم الصوت او الفيديو الخاص بالفيديو ده بس بعد لما بحط الملفات الخاصة بيه في الطايم لاين بلاقيها ظهرت حاجة في حاجة اسمها الفيور اي حاجة بتعمل لها تعديلات في الطايم لاين بتلاقيها ظهرت هنا في الفيور الخاص بيك وجنبها بتلاقي الاكسبورت هنا الاعدادات اللي هتستخدمها لما تقي تخرج الفيديو الخاص بيك بعد عملية مونتاجه من البرنامج وده هنتكلم فيها في اخر الفيديو وهنا بنلاقي الميترز هنا لو فيه مثلا ميوزيك انا حطتها مثلا لو حطي نضع لجنب كده وجينا نحط الميوزيك دي بالشكل ده بنلاقيها ظهرت هنا التردد الخاص بالاغنة ده وقت تعالوا نتكلم بالتفصيل عن الطايم لاين او الاديتور الخاص بينا في برنامج هيت فيلم اكسبريس بس قبل ما نتكلم عن الاديتور لو انت مش عاجبك وجهة البرنامج وعايز تغيرها ممكن تغير مكان اي حاجة او اي بانل موجودة في البرنامج بالشكل ده وممكن تروح على الويندو وتبتدي تختار من وورك سبيس مختلفة يعني مثلا هنا الاديتنج لو دست عليها هيوديني على الورك سبيس الخاصة بالاديتنج اللي هو بيكون شكلها عامل كده ولو عايز ارجع تاني بروح لنفس الويندو والورك سبيس وبدوس على ريسيت وورك سبيس هيرجعني لنفس وجهة البرنامج الافتراضية ودوقتي هنتكلم عن الطايم لاين بالتفصيل من هنا بنقدر نعمل زونج للفيديوهات الموجودة في الطايم لاين الخاص بينا او الطايم لاين سكيل ومن هنا بنلاقي الصور المصغرة بالفيديوهات الموجودة في الطايم لاين وتحتها هنا بنلاقي الاوديو من هنا بنلاقي الطايم او لما انت تجي تحرق الكورسر بتلاقي الطايم اللي انت واقف عليه وبتلاقيه موجود في الفيور الخاص بالبرنامج على ايدك الشمال في الطايم لاين بتلاقي الادوات الموجودة في البرنامج ودوقتي هنتعرف عليها بالتفصيل اول اداة معانا وهي اداة سيليكشن تول واختصارها من الكبورد هو الفي الاداة دي بتستخدم لتحريك اي فيديو او صوت في الطايم لاين يعني مثلا انا حددتها عايز احرق الفيديو ده حرقته كده دي استخدام السيليكشن تول تاني اداة وهي دريك تول واختصارها اله الاداة دي تقدر تحرق فيها الطايم لاين من غير ما تأثر على اي فيديو موجود مكانه محدد في الطايم لاين الاداة الثالثة وهي اداة سلايس سلايس تول واختصارها اسي الاداة دي تقدر تقطع جزء معين من الفيديو يعني مثلا انا عايز اقطع جزء هذا ابدأ روح بالسلايس تول وادوس كده هيقطع للجزء ده ممكن بعدين اروح بالسلايكشن تول وادوس عليه وعملله deleて الاداة الرابعة وهي اداة slip تول واختصارها من الكايبورد وحرفный y الاداة دي بتستخدم مثلا احنا عارفين بداية الفيديو ده من الفريمها сдة انا عايز اغير بداية الفيديو ده من غير ما اروح للتريمر او الفيديو وابتدي اقصه تاني فبروح بالسلايب تول وابتدي اغير بداية الفيديو ونهايته يعني مثلا هابتدي اغير كده هيخلي بدايته مختلفة لو شوفنا هيكون بداية الفيديو من الجزئية دي مش من الجزئية اللي كانت دي ودي استخدام السليب تول الاداة اللي بعدها اداة سلايد تول الاداة دي لو مثلا احنا رحنا بالسليكشن تول ومخلين كل الفيديوهات جنب بعض بالشكل ده وجيت انا بالسلايد تول اللي هي اخسرها الشيفت يو وجيت مثلا حرقت الفيديو ده كده الفيديو الاولاني هيبتدي يملى مكان الفيديو اللي انا حرقته فمش هيكون في فراغ بين الفيديو هنا يعني الفيديو ده هيتول عن مكان قبل كده الاداة ستة معانا وهي اداة الريبل ايدت تول واختصارها من كبورت هو الار الاداة دي تقدر تكبر لك الفيديو يعني مثلا انا لو رحت لسليكشن تول وبعدت الفيديو ده كده هبتدي اروح على الريبل ايدت تول وابتدي اكبر الفيديو بالشكل كده لكن الاداة دي انت لما تبتدي يتكبر مش هيملى الفراغات زي ما كان بيعمل في ال سلايد تول فلو انت عايز تشيل الفراغ ده هتدوس عليه هنا على المكان الفاضي وتدوس right click وتبتدي تدوس rebuild rate gap هيبتدي يشلك المكان الفاضي ما بين الفيديو هنا ويبتدي يربطهم جنب بعض الاداة اللي بعدها هي اداة enroll edit tool ودي نفس قصة اداة slide tool بس من غير ما تملب فراغات يعني نفس استخدامها بس من غير ما تملب فراغات انما الاداة الاخيرة معانا وهي اداة rate stretch tool او اختصارها الاس ودي الاداة بتصراع لك ريتم الفيديو يعني مثلا تسرع ريتم الفيديو وتخليه سريع ودي برضو ممكن تستخدمها انك تدوس right click على الفيديو وتبتدي تروح فوق على speed and duration وتبتدي تسرع الفيديو ومسلا تخليه 250 فالفيديو هيبقى سرع وهيصغر مساحته من time لو شوفنا هيكون ريتم الفيديو سريع دوقتي مثلا انا نزلت الفيديو هين دولت مع موسيقى معاهم لكن الموسيقى دي مش عجباني ازاي قدر افصل الموسيقى الخاصة بالفيديو او الصوت الخاص بالفيديو عن الفيديو ذات نفسه بروح بالselection tool عادي وبروح حدد الفيديو وادوس right click وابتدي اطلع فوق واعمل on link هيبتدي يفصل الصوت عن الفيديو وقدر امسح الصوت فبكده اقدر امسح الصوت لوحده فيبقى الفيديو منفرد ونفس القصة مع الفيديو التاني وابتدي امسح الصوت ودوقتي اقدر اضيف صوت او موسيقى تانية غير الصوت اللي في الفيديو اروح مثلا واضيف الموسيقى دي وابتدي احطها كده في دلوقتي مثلا انا مش عايز افضل احط الفيديوهات والصور بتاعتي كلها في نفس التراك او كلها ورا بعد عايز احط فيديو قبليه مثلا وحط تأثير حركي ما بينهم اعمل الكلام ده ازاي دلوقتي فيه تراك فيديو 1 ازاي اقدر اعمل تراك فوقه بدوس على كلمة فيديو 1 وعمل insert track هيبتدي يعمل تراك فوق التراك ده فبكده اقدر احرك دولة كده وابعدهم كده وابتدي مثلا احط فيديو فيديو بالشكل ده فبكده هيكون حطيلي فيديو قبل الفيديو ده دلوقتي تعالوا نتكلم عن ازاي ناقدر نضيف اي تأثير حركي او اي إفكت في برنامج الهد في المكسبرس دلوقتي زايا ما احن عارفنا انه نضيفت الفيديو ده قبل الفيديو هندورت دلوقتي قبل ما الفيديو ده يخلص مثلا كده هنا يبتدي يصغلي او يعمل جلو اسود يعني يبتدي الفيديو يختفي الاولاني بسواد ده فازاي ادرام الحاجات دي هبتدي اروح على جنب الميديا هنا ادوس على افكتس وابتدي انزل تحت هلاقي مجموعة كبيرة جدا من الافكتس المتوفرة في برنامج الهاتف الميكس بريس هنزل تحت مثلا لغاية المؤثرات الخرقية او الترانزيشنز اللي جنبها كلمة فيديو هبتدي افتح الفولدر ده وانزل تحت هلاقي ديزولف موشن وايب زوم هبتدي مثلا اخش على ديزولف هلاقي اربع افكتس في ديزولف معلومة برضو اي حاجة جنبها ادون دي حاجة انت بتضيفها للبرنامج لما تيجي مثلا انت ضفتها من غير ما تشتريها فده هيخلي الفيديو وانت بتكي تخرجه هيبقى فيها علامة مائية فابعد عن الحاجات اللي فيها ادون لو انت عايز تستخدم برنامج مجاني فمسلا هندوس على الكروس ديزولف هبتدي ناخد الكروس ديزولف ونحطها مثلا على اخر الفيديو ده لما نيجي ممكن نكبر برضو ندوس عليها كده ونبتدي نكبرها ونجي نشوف مثلا الجزء ده هيبدأ ازاي فنبتدي نعمل بلاي فهيكون الفيديو شكله كده ابتدى الفيديو ده يختفي بسواد والفيديو ده يطلع وراه ونفسق برضو لو انت بين الفيديو هين دلت عايز تضيف اي افكت تاني مسلا ده تبتدي تضيفه ما بين الفيديو هين دلت وممكن تكبر برضو بالشكل ده وتبتدي تشوف دلوقتي تعالوا نتكلم عن الاعدادات الاسية الموجودة لاي ملف او اي فيديو او اي اوديو بينزل على ال تايم لاين دلوقتي مسلا انا حددت بالسيليكشن تول ودست على الفيديو اللي هو بتاع اللابتوب بالشكل ده دلوقتي في اعدادات اسية لاي فيديو بينزل دلوقتي لو رحنا لحاجة اسمها كونترول لجنب بنلاقي او اعدادات الاساسية الموجودة لاي فيديو منها الماسكس ومنها في حاجة اسمها ترانسفورم دي لو دوسنا عليها دلوقتي هنلاقي في حاجة اسمها الانكرو بوينت دي مسلا انا دلوقتي ممكن اغيرها بالشكل ده ابتدي كده يعني الانكرو بوينت دي فين النقطة المستنطرة او المكان الخاص بالفيديو ده ممكن ارجحها تاني عندك مكان الفيديو الاكس والواي بالشكل ده وعندك او التكبير وتصغير الفيديو بالشكل ده والروتيت انك طبعا زي ما انتو شايفين في الفيور وعندك الاوباستي او عايز تقلل سطوع او ظهور الفيديو بالشكل ده عندك برضو الايفكتس هنا لما انت تيجي تضيف اي ايفكت للفيديو الخاص بيك بتلاقي هنا او بتلاقي برضو لي اعدادات معينة نفس القصة برضو هنلاقيها في الاوديو لو دست على الاوديو هيبقى فيه بروبارتس وايفكتس في البروبارتس بنلاقي حاجة وحيدة بس اللي هي صوت الفيديو او الليفل الخاص بالصوت بتاعه انا انا عايز اعلي صوته اووطي بالشكل ده بنلاقي فيه السهم ده نازل او ممكن برضو من غير ما تروح هنا تبتدي ترفع بالشكل ده او تقلل بالشكل ده وعندك الايفكتس برضو لو انت ضيفت اي ايفكت للأوديو تقدر تتحكم فيه هنا ده وقت احنا لو عايزين نضيف تكست للفيديو الخاص بينا بتروح للآ اي دي اللي موجودة في الفيور بندوس عليها واما بنكتب فريلي بندوس على طول اما بنكتب في ديالوك بس احنا هنكتب فريلي بندوس دوسها وعدين بنبتدي نكتب بعدين لو احنا عايزين نتحكم في اعدادات الخط بنعمل ايه او في اعدادات التكست عموما بنمتد اتحدد الكلام اللي احنا كتبناه وبنروح هنا على الثلاث شورة طولت وندوس عليها وننزل تحتها على التكست والاعدادات دي بتكون منها نوع خط وحجمه وما الى خلافه اي اعدادات اسسية لأي كلام بتكتبه في اي برنامج وتحت بتلاقي اعدادات البراجراف لو انت هتكتب براجراف معين وعايز تعمله انلاين وعايز تعمله انلاين او تسنتره في شكل معين بتستخدم الاعدادات دي في برضو قوالب موجودة مسبقا في برنامج الهدف الماكسابرس تقدر تضيفها لو انت عايز تضيف اشكال الكلمات بشكل جميل بتروح على الميديا وتدوس على التمبلت بتلاقي عدد من القوالب الموجودة مسبقا مثلا نختار سوبر سيمبل وندوس عليها امبورت بالشكل ده بنلاقيها تحطت في الميديا ممكن ناخدها ونحطها في التايم لاين بالشكل ده ونبتدي نشوفها بنلاقيها موجودة بالشكل ده تقدر طبعا تدوس على العلامة A اللي هو التقاسد وتتغير مثلا تكتب اسمك وما الى خلفه وبرضو ممكن تتغير لون الخط لو انت روحت عليها ودسته وبعدين روحت على control تقدر تعديل فيها من هنا الedit title او الedit subtitle او تغير لون اللاين وما الى خلفه بالشكل ده هنلاقي لون الخط تغير نقدر نغير الكلام نقدر نغير ال subtitle وكده هتقدر تستخدم قوالب جهازة في الاخر بعد لما بخلص عملية المونتاج الخاصة بيه ازاي هقدر اعمل اكسبورت او اخرج الفيديو اللي انا عملت له منتاج من البرنامج الموضوع بسيط جدا ممكن ان احنا نحدد حاجة اسمها ال in out content ان هو اللي انا لو روحت في الاخر كده هلاقي ان اخر الفيديو خمس دقيق العلامة البرتقاني دي هي ال in out انا ممكن احدد كده بالشكل ده انا عايز يعمل لغاية فين مثلا لغاية اخر الميوزيك بالشكل ده وبعدين بدوس على export واختر المكان على desktop وبعدين بدوس save بلاقيه بيظهر لي هنا في export على preset اللي هي ال default اللي انا كنت مستخدمها قبل ما اعمل ال project اللي احنا عملناها مع بعض لما حددنا اليوتيوب 1080 pixel HD لقينا هو حجم الفيديو ثلاث دقايق ثلاثة وخمسين سانية زي ما انا حددت في المكان البرتقاني بالشكل ده وبيبتدي يعمل export ممكن انا برضو احدد الجزء اللي هعمله export من فيور يعني مثلا انا عايزه يبدأ من اول الفيديو لغاية مثلا بالضبط كده لغاية ما يوصل هنا فهبتدي ادوس كده لما دست على هنا اللي هي set out point هياخد لبس الجزء ده ممكن برضو لو عايز اخد حتى بداية مختلفة هدوس هنا هياخد لبس الجزء ده وبرضو هدوس على export هبتدي اعمل export وتسايفه في المكان اللي انت عايزه وبكده تكون تعلمت ازاي تعمل منتاج باسهل برنامج منتاج مجاني هيد فيلم اكسبراس رب يكون الفيديو عجبكو ما تنسى ناش باللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة